أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويطون الزكاة وهم بالآخرة هم يتنون أولئك علاه تنمر ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليقل عن سبيل الله ليقل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها نزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستثبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جدنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد تنونها وألقى في الأرض رواسي وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من كوني بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا نقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك له المنعظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وغن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديه إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تتمسق على حبة من خربل فتة في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أعمل الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعع غدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك وعقب من صوتك إن أنك والأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السغير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعوة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضغرهم إلى عذاب غليل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفروا واحدة إن الله سبيع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور وإذا وشيهم موجن كرول لدعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البد فمنهم مقتصد وضع يجحد بآياتنا إلى كل خطار كفور يا أيها الناس صدقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم السارة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تتسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خفير